وجدت في خير جليس في القبر وشفية أثناء الوقوف أمام الله ساعة الحساب بهذه الكلمات كانت دافع للحجة إفراج عبدالخالق الشربيني عشان تحفظ القرآن الكريم كاملاً في الستين من عمره حجة إفراج حفظت كتاب الله وهين عندها ستين سنة عزيمة فقط عزيمة الأبطال ضربت بيها الحجة إفراج نموذج مشرف للمرأة المسلمة بحفظها كتاب الله كاملاً وحصولها على المركز الأول في ختمة القرآن حجة إفراج ما كانتش بس مهتمة بالحفظ لأ كمان اتعلمت أحكام التجويد وكمان كتبت القرآن الكريم بخط إيها في عامين بس وهي في عمر الستين الناس بتوصل عمر الستين بتبقى قاعدة كده بجنب الحجة ما شاء الله عليها عملت جهد أنا نفسي نفسي عمره بس ما تفهمش بقى الكسل ولا إيه بالضبط بس ما شاء الله عندها عزيمة جميلة جداً بدموع تنهمل على وجهها المشرق بنور القرآن قالت الحجة إفراج أن أمنيتها أنها تشوف سيدات قريتها قرية الطب جيد التابعة لمركز أولاده سقر بمحافظة شرقية في المقرآن عشان يحفظه كتاب الله ورسالتها أن الأم هي أول مدرسة لأطفالها وصلاحها للأسرة من صلاحها للأم والقرآن هو خير وحافظ ومعلم رواد السوشيال ميديا تفعالوا مع القصة المليئة بالعزيمة دي ودعوا لها بالثبات والبركة وكانت كل الناس يعني أنا دخلت شفت حوالي كان في حوالي ألف وشوية تعليق على البوست اللي كان منازل القصة الحجة كلها ناس بتدعيلها وكلها ناس فخورة بيها بس احنا نقول لكم كام كده تعليق لناس كانت بتتكلم عن حاجة تانية زي مثلا جمال اللي بيقول هي لم تكمل تعليمها ولكن هي حاملة لكتاب الله الآن ولن يستطيع أحد أن يبلغ منزلاتها العلمية إلا من حفظها مثلها تحية وتقدير للحجة أمنا جميعا وفخر لنا ما شاء الله رضا عبد أو رضا رجب عبد الله بيقول ما شاء الله تبارك الله ربنا يكثر من أمثالك أو يكثر من أمثالك ودي المفروض الناس اللي نحكي عنها مش عاملوا النظافة اللي قالب دماغنا على الفيسبوك تعليق آخر من واحد بيفكرنا بالنجوم بتوع المجتمع بتوعنا اللي هم المفروض عامليني إزاي فبيقولك محمد محمود أبو الشيخ بيقولك هي دي نمبر ون وشايف فعلا أن دي نمبر ون مش الناس التانية اللي احنا بنقعد عليهم نمبر ون وما بيقولناش منهم أي حاجة غير فساد أخلاقي دي كانت تعليقات الناس على الحاجة اللي قدرت أنها تحفظ القرآن الكريم وهي عندها ستين سنة